اخوتي واخواتي كما تعلمون كان مخططا ان نلتقي الاسبوع الماضي لنحي معا ذكر استشهاد اعز الرجال واغلاهم على الاطلاق ذكر استشهاد زعيمنا وقائدنا المؤسس ياسر عرفات رحمه الله وابا المحتل ان نلتقي في موعدنا فقام بتنفيذ عمليته الغادرة لكن غزة الابية لكنكم جميعا ابيتم ان يمر ذلك الغدرة فرددتم الصاع صاعين فالف تحية من الاعماق لكل الصامدين المدافعين عن اسوار غزة لانها اسوار العزة والكرامة فادركت اسرائيل ان غزة باسوارها اقوى من اسوار المقاطعة والله لو كان ابو عمار حيا بينكم لتقدم الصفوف ببندقيته المقاتلة وكوفيته الظاهرة فسلاما له في ذكرى استشهاده وعهدا له عهد الشرفاء والاحرار ان لا نهدأ وان لا نستكين الا برفع اعلام فلسطين فوق اسوار قدسنا المحررة عاصمة دولتنا الفلسطينية يا جماهير فتحي العظيمة جئتم اليوم الى ساحة السرايا تنتصرون للحرية غير بعيدين عن بقايا الزنازين التي انشأها الاحتلال وان بينا فيها سنوات من عمرنا تعودون للانتصار مرة اخرى للحرية بعد ان حاول المثبتون والواهمون والمرتجفون من زحفكم ان يحولوا بينكم وبين هذا المشهد المهيب الذي يكشف قصورهم ويبين للعالم كله نهجكم الاصلاح هو تيار وطني جارف